دور كبير تبذلها المملكة العربية السعودية كل عام بتنظيم الحج كل عام هناك مفاجآت بجهود جبارة صراحة بتنظيم الحج كيف ترى تنظيم هذا العام بشكلها؟ المملكة كهدتها تنجح في تنظيم موسم الحج إدارة حشود وتنظيم واستقبال ما أن ينتهي حج إلا وتبدأ بالاستعداد للحج الآخر لديها ميزانية مفتوحة المملكة لديها كوادر مدربة أكثر من خمسمائة ألف يخدمون ضيوف الرحمن فيهم مية وخمسين ألف من رجال الأمن فيهم ثلاثين ألف من الأطباء والصيادلة والممرضين والكوادر الصحية فيهم كذلك خمسة أشر ألف من الأمانة ما بين عمال نظاف وما بين كذلك كوادر إدارية كذلك اثنى عشر ألف من رئاسة الحرامين الشريفين عشرة ألاف من شؤون الإسلامية وعد من هذه الأرقام وهذه الكوادر الوطنية التي تخدم ضيوف الرحمن بل تتشرف بخدمة ضيوف الرحمن تقدم لهم الخدمة بكل يسر وبكل سهولة تملك الخبرة تملك المعرفة تملك الدراية تملك الاستعداد تملك طلب الأجر وهو أعلى شيء تملك كذلك الضيافة لأن شعب المملكة العربية السعودية كما هي الشعوب العربية هو شعب مضياف شعب محب للضيف يخدمه فما بالك إن هذا ضيف الرحمن هذا الضيف أتى من بقاع الدنيا وجلس سنوات طويلة يجمع ويحاول أن يؤدي مناسك الحج وتعرف مناسك الحج ليست بالسهلة بالنسبة لمن يقدمون من بلدان إسلامية لأنها فيها قرعة وفيها العمر ولها متطلبات ونسب الحج وما إلى ذلك أذكر سنة من السنوات ويمكن هذا يمكن نذكره لأول مرة على قواني السعودي 24 قابلت حاج يقول أن الوحيد من دولة اسمها مملكة تنغو هكذا يقول مملكة تنغو هذه فيها تقريبا سكانها 100 ألف المسلمين 300 ألف نسبة الحج فيها أو النسبة وإن تعرف الآن فيه نسب للبلاد الإسلامية والأقليات فصارت نسبة هالبلد فقط حاج واحد